حيث دعا مسؤولون يمنيون دعوا خلال مفاوضات الكويت إلى وقف ما أسموه محاولات الحوثنة التي تقوم بها جماعة أنصار الله من خلال توظيف عدد من أنصارها في مؤسسات الدولة رئيس الفريق الاستشاري في الوفد الحكومي عبدالله العليمي طالب بوقف ما أسماه العبث بجهاز الدولة وحوثنة الوظيفة العامة وفد الحكومة الشرعية إلى محادثات الكويت كان قد حذر من أن الحالة الاقتصادية لليمن تقترب من حفة الانهيار بسبب السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الميليشيات الحوثية في إدارة الدولة عبر نهب الموارد العامة وتعطيل حركة الاقتصاد وترضي رأس المال الوطني وسياسات السوق السوداء معي لتصليتي مزيد من الدوء على هذا الموضوع الكاتب والباحث اليمني دكتور محمد جميح دكتور جميح هذه المصطلح نسمعه ربما للمرة الأولى حوثنة الدولة ما المقصود بهذا المصطلح ولماذا يظهر الآن؟ طبعا الحوثنة هي تحويل الجهاز الإداري والعسكري والأمني للدولة إلى مجاميع من الحوثيين بحيث يصبح الطابع الحوثي هو الطابع الظاهر بالنسبة للدولة اليمنية الحوثيون منذ اليوم الأول عندما دخلوا صنعاء كانوا يركزون على إحلال عناصرهم في الجهازين الأمني والعسكري لكنهم بعد ذلك توغلوا وتغولوا كثيرا في الأجهزة المدنية وفوق ذلك حليفهم التيار الحوثي داخل المؤتمر الشعبي العام بدأ أيضا يتغول وبدأ يتيح الفرصة لعناصر من أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذي هو حزبي يفترض أنه حزب سياسي مختلف مكنهم بشكل كبير من قيادة الحزب ومن السيطرة على حتى أحيانا خطابه الإعلامي وعلى أدائه السياسي حتى يقال أن هناك نوع من السيطرة حتى في مفاوضات الكويت هذا هو التساؤل لماذا مفاوضات الكويت تنتبه الآن إلى هذا الخطر على الرغم من أن الحوثيين يحتلون البلاد منذ أكثر من عام ومثل هذه الظاهرة لا يبدو بأنها ظاهرة غريبة على جهة تسيطر على الدولة هي ليست ظاهرة غريبة يعني الحوثيون من أجل التحايل والالتواة والالتفاف على القرار الدولي 22-16 عمدوا إلى توظيف 30 ألف عنصر من عناصرهم في المؤسسة الأمنية وعمدوا إلى توظيف أكثر من ذلك الرقم بكثير في مؤسسة الجيش تحت اسم اللجان الشعبية واللجان الأمنية في الأمن واللجان الشعبية المرادفة للجيش لماذا؟ من أجل أن يلتفوا على القرار الدولي وخاصة الفقرة التي تدعو إلى سحب الميليشيات من المدن والعواصم هنا أنت الآن عندما تأتي إلى صنعاء يقول لك الحوثيون هذه ليست ميليشيات هذه أجهزة أمن رسمية وأجهزة جيش رسمية ولا يمكن سحبها لأنها تؤدي مهام موطنية في الحفاظ على الأمن وفي الدفاع عن البلد هذا الكلام على من سينطلي؟ هذا الكلام لن ينطلي على الواعين للسلك الإداري في الدولة سواء كان في جانبه العسكري أو جانبه الأمني أو المدني لكن مثل ما أن الحوثيين فرضوا سياسة أمر واقع بالانقلاب العسكري بالإعلان الدستوري باللجنة الثورية العليا وغير ذلك من الإجراءات التي اتخذوها دون أن يقول لهم المجتمع الدولي شيئا هنا أيضا يفترض الحوثيون أن المجتمع الدولي وأن التفاوض في الكويس سوف يكون سلبيا جهة ما عملوه من تغيير كبير داخل جهاز الإدارة في الدولة اليوم يتحدث حلفائهم المؤتمريون في المؤتمر الشعبي العام عن إقصاء 700 عنصر من عناصر المؤتمر الشعبي العام من الجهاز الإداري للدولة وإحلال 700 عنصر من العناصر العقائدية والفكرية الموالية لجماعة الحوثيين وهل هذا بتواطئ من صالح أم رغما عنه؟ نحن نتحدث عن حزب حليف الحوثيين لا نتحدث عن حزب آخر يعني تعمدوا هذا الحليف فما بالك بالآخرين؟ بعداين طب هذه المشكلة وربما المعضلة كيف ستؤثر على مفاوضات الكويت؟ أنا أتصور أنه يجب أن تطرح هذه المعضلة لأن فيها قرار دولي يخص صحب الميليشيات وبما أنهم يستبقون تنفيذ هذا القرار في هذه الفقرة بالذات فإنه يجب أن تدرس وأن توضع محل نقاش في الكويت لأنهم يريدون كما هو واضح أن يشرعنوا لأمر واقع ومع ذلك الحوثيون في سياستهم إزاء التفاوض في الكويت يسعون من خلال مفاوضات الكويت إلى أن يشرعنوا الإنقلاب الذي يقاموا به لا أن يتخلوا عنه إنما يضفوا عليه مزيدا من الشرعية كيف؟ عن طريق قفزهم إلى النقطة الخامسة من النقاط الخمسة التي دعا إليها ولد الشيخ على أساس أنها تشكل جدوى الأعمال مؤتمر الكويت للمفاوضات قفزا إلى النقطة الخامسة بدلا من النقاط الأولى والثانية والثالثة على ما تركز النقطة الخامسة؟ هي نقاط خمس النقطة الأولى سحب السلاح الثانية سحب الميليشيات الثالثة تشكيل لجان أمنية وعسكرية لحفظ الأمن في البلد والرابعة تشكيل لجان لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين قسرا والمغيبين قسرا والنقطة الخامسة والأخيرة هي تشكيل الحكومة والعملية السياسية يعني هم يريدون انتقال السياسي قبل أن ينسحقوا من المدن يعني يريدون العربة قبل الحصان قبل الحصان بالضبط لأنه إذا ما وضعت العربة قبل الحصان فهل لك أن تتصور أن حكومة يشكلونها أو يكون لهم تكون لهم اليد الطولة في تشكيل هذه الحكومة هل يمكن لهذه الحكومة أن تأمرهم بسحب ميليشياتهم من العواصل؟ إذن لماذا يسقط ولد الشيخ؟ وأن تسحب أسلحتهم إسماعيل ولد الشيخ دعا كل الأطراف لتقديم تنازلات هذه المشكلة لماذا لم يطرحها ولد الشيخ؟ المجتمع الدولي اليوم يضغط بشكل كبير على جانب واحد هو جانب الحكومة الشرعية والتحالف العربي ولا يضغط على الحوثيين والانقلابيين السفير الأمريكي في اليمن لك أن تتصور أنه أصبحت لديه غرفة عمليات هو الآن في الكويت السفير الأمريكي انتقل من الرياض حيث كان يعمل هناك إلى الكويت فالآن غرفة عمليات يشرف عليها السفير الأمريكي وهو الذي يمارس الضغوط والأمريكان هم الذين يمنعون إيصال الأسلحة المتقدمة للمقاومة في تعز هناك ما يشبه الفيتو على هذا الأمر مثل ما أن الأمريكان يعملون فيتو على إيصال الأسلحة للثوار السوريين لأن الحوثيين والنظام السوري في سوريا هم في المحصلة النهائية يخدمون المشروع الأمريكي في المنطقة على الرغم من شعارات الموت الأمريكي والموت الإسرائيين هل هناك أي تقدم؟ ولد الشيخ قال في مؤتمر صحفي في الكويت بأن هناك تقدم ولو بطيء نسبيا على حد تعبيره هل تشعر بأن هناك أي تقدم في هذه المشاورات حتى الآن؟ يعتمد على ماذا تقصد بالتقدم وما هي المعايير هناك إجراءات بناء الثقة تم التوافق عليها في مؤتمر جنين في ثنين الذي كان لو تتذكر في بيل بسويسرا اتفقوا في نهاية المؤتمر على عدد من نقاط منها هم نقاط أن تشكل لجان لرفع الحصار عن تعز وفتح مرات إنسانية ثم تشكل لجان أيضا عسكرية وأمنية لمراقبة وقف إطلاق النار وتشكل لجان لمتابعة الأسراء والمعتقلين هذه تسمى إجراءات بناء الثقة تم التوافق عليها في بيل وماذا تحقق منها؟ من ضمن ما تم التوافق عليه أنه لا يتم الذهاب إلى جنيف ثلاثة أو إلى جولة ثالثة من المفاوضات إلا بعد أن تنفذ هذه التوافقات التي تم التوافق عليها في بيل الآن لم تتم هذه المسائل كلها بالإجماع ولا مسألة واحدة ذهبوا إلى الكويت والآن هم يبحثون فيما تم التوافق عليه في بيل هذا هو التقدم الذي حصل عندما أعلم للشيخ بأنه قبل رمضان سيتم البحث في إطلاق صراح 50% من المعتقلين والمغيبين قسرا لدى جماعة الحوثي هذا هو التقدم الهائل والضخم الذي يرى ولد الشيخ أنه حصل إذن ألا يبدو بأن الحوثيين هم الآن من يمسكون زمام هذه المفاوضات ويحركونها حسب إرادتهم؟ ليس الحوثيين إنما المجتمع الدولي الذي أصدر قرارا تحت الفصل السابع وأكرر تحت الفصل السابع الذي يقضي باستخدام القوة لتنفيذه هذا المجتمع الدولي يريد للحرب في اليمن أن تتجه في منحا آخر هو منح الحرب على الإرهاب والإرهاب في تصور المجتمع الدولي هو ما يأتي من القاعدة وداعش وغيرها من التسميات التي هي في الأصل تولدت أو زادت عندما أصبحت وتيرة الحرب عليها تحمل يافتة طائفية وأصبح الحوثيون هم رأس الحرب في الحرب على القاعدة الحوثيون يخدمون القاعدة عندما أعلنوا الحرب عليها لأنهم لا يحاربونها من منطلق حرب على الإرهاب وإنهم منطلق طائفي وهذا يعطيها بعدا طائفي أن يعطي القاعدة ربما قاعدة شعبية أيضا لكن قلت لك أن السفير الأمريكي في الكويت هو الذي اليوم يضغط على جانب الحكومة اليمنية من أجل تشكيل الحكومة من أجل تشكيل حكومة التوافق وطني مع تأجيل النقاط الأخرى من سلاح وسحبه من ميليشيات وإخراجها من أسرع المعتقلين دكتور محمد هل سيدوم ذلك طويلا؟ هل تعتقد بأن هذه المماطلة والتسويف ستستمر إلى ما لا نهاية طالما أن هناك حتى الآن هناك هدنة ليس هناك وقت ومجال مفتوح لهذه المفاوضات لا يستطيع إسماعيل بود الشيخ أن يستمر بهذه المفاوضات إلى ما لا نهاية هو كان من ضمن المؤشرات التي كنا نقول بأنها علامة على وجود استحالة لاختراق داخل هذه المفاوضات أنها لم تأتي إلى الكويت بسق زمن محدد لأنك عندما تذهب لإنجاز مهمة دون أن تضع لها السقف الزمني فإنما تعي أن المهمة إلا تكون مستحيلة فهي صعبة هذا الذي حصل لم يذهبوا بسقف زمني معين لم يذهبوا بأرضية مشتركة إلى اليوم الحوثيون لا يعترفون بالمبادرة الخليجية التي تعد مرجعيا مرجعيات الحوار الرئيس السابق قبل أسابيع في حوار متلفز قال أنه لم يعد يعترف بالحوار الوطني ولا بالمبادرة الخليجية ولا بالقرارات الدولية وبالتالي ليس هناك مرجعية مشتركة لهذه المفاوضات التحالف يصرح بأن الحل هو واحد سواء كان عن طريق الحل العسكري أو المفاوضات السياسية وإن كان يفضل التفاوض السياسي ولك أن تجمع بين تصريحي وزير الخارج السعودي الجبير وتصريح أيضا أحمد عسيري الناطق باسم التحالف الجبير يقول قبل أيام بأن الحوثيين جيراننا وبأن الحرب ينبغي أن توجه ضد القاعدة بينما عسيري سبقه بيوم ليقول إن المفاوضات السياسية هي المفضلة في الكويت لإيجاد حل الأزمة في اليمن ما لم فإن اقتحام صنعا سيكون بالوسيلة العسكرية وأكد بأن الجيش اليمني جاهز لهذه المهمة وأعتقد أن التحالف يلعب بلعبة العصى والجزرة نأمل أن تنفع الجزرة ما لم فأعتقد أن الوضع سيكون حرجا في اليمن أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث اليمني دكتور محمد جميح